بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض النظرات جديدة وهي لو احنا عايزين الجيل الجديد الامل المستقبل يطلع كويس ويبني دولة محترمة زي اليابان والمانيا و حاجة نفتخر بيها نعمل مضادة ازاي هو الحل ببساطة ان احنا ممكن لاما الاباء يندحروا لاما احنا نقتلهم كدولة والدولة مش مصار في النظر ده خلص يعني هتبدأ تتعرف على تفصيل النظرية الغريبة ديت منو انا صغير بحب اقرأ السفهات او سير ذاتية للناس كل واحد من الوصفاء بيكتب سيرته الذاتية او بتلاقي الرجل نفسه بعد ما يموت في ناس بتكتب كسة حياته فكان عنده اقرأ سير ذاتية وبشوف ايه الحيات المشتركة بينهم فما لقيتش مثلا ان هما كلهم عرب او كلهم غرب او كلهم اغنية او كلهم فقرة او بس في سوفة كده لقيتها بتكرر بطريقة غريبة وهي ان العبقاري والعظيم والمبدع دوت كان يتيم كان يتيم الاب يعني هو في بعض الحالات النادرة كان يتيم الام وبعض الحالات كان يتيم الاب والام بس كانت مشتركة جدا موضوع الاب طيب امثلة سريعة لو انت بستت مثلا وممسك انت اي مثلا حكا انت تعرفها وتخص فيها مثلا داكاترال خد النوبل الناس الكتاب الكبار الفقهاء المفسرين يعني على اساس ما ما نبقاش متحيزين لفقه اخد اي فقه من فقه العظماء هتلاقي فعلا ان اغلبهم ولد او عاش يتيم ومسلا لو مساكنا الخمسة والعزم من الرسل هتلاقي مسلا سيدنا ادم ولد بدون اب والام سيدنا نوح مفيش اي معلومة خالص سيدنا ابراهيم في اي بتقول واسكالة ابراهيم اللي عبيها ااظر بس هتلاقي تفسير المفسرين او اغلبهم ان ابوه مقصود بها عمه تمام وهتلاقي شيخ شعر فصل في الموضوع دوت ان انت لو بتتكلم بتكلم ابوك بش لازم اقول ابوك محمد لا هتلاقي ابوك محمد ده بقى مصود بيها في العرف او في المشروب من الناس ان هي بقى مسلا عمه او كداب سواب عصب بس بش هنختلف تعالى نكمل بيات الانبياء مسلا هتلاقي سيدنا عيسى ولد بدون اب هتلاقي رسوله السلام ما مات ابوه وامه في اصبح حتيما وسريعا كده هتلاقي الامام احمد بن حنبل وصفيان ستاوري والامام الشافعي وهتلاقي الامام البخاري وهتلاقي الامام الغزالي وهتلاقي علماء كتير جدا جدا او اغلب العلماء اولد يتيمة طب ايه 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 تفسير لكده اول من ضمن الحاجات وهو ان ان الاباء بيبقى الابناه متكين عليهم تمام الاباء بيوجهوا ويقعد يقول له طول الوقت بقى صاحب ده مستحبش ده ما بيدوش فرصة الاختيار ما بيدوش فرصة اتخاذ القرار الصح ان انت تسيبه ياتخذ القرار تمام اللي فات دول ربنا كان بيصنحهم على عينه زي ما قال على سيد موسى واللي تصنع على عيني سيد موسى برضو كان يتيم تمام فهو ربنا كان بيهيئ للناس ديات يعني في بقى حديث برضو ما من نبيين الا راع الغنم فكل الانبياء راعوا الغنم هما الصغيرين ولا كنت بصر السيار فعلا هتلاقي كلهم بلا سناء الانبياء ربنا بيصطفيهم فبيبدأ ان الله اذا ارادش هيئ ان هيئ اسبابه فبيديهم اسباب فدهم سابه ان هو يراع الغنم فيبدأ يشوق يكين دول الشعب بتاعه فيبدأ يرعاهم كانت ليس ان عيسى في الانجليل على طول وانه بسه لخرافة بني اسرائيل لتضلى المهم العدم جود الاب بيخلي الابن يبدأ اعتمد على نفسه ملهوش عمود يستند عليه فيبدأ هو يتاخذ القرار يبدأ هو يدور على شغل يبدأ هو راجل البيت مسؤول عن البيت تمام يعني واحد عاش مع ابو فممكن يوصل لثلاثين سنة وياخد منه مصروفه واكل وشربه وبالذات من نظام الدولة حاليا موضوع البطالة المقنع ان هو يقولك ان انت بتدرس في الجامعة وجامعة ما ليش اصلا اي لازمة للناس في اداب والتجارة وهو مش عارف هيتخرجها بقى ايه المهم يعني النظام بيديك ان انت تفضل طول الوقت لا بتشتغل ولا بتعمل حاجة ورا بس اسما بتدرس وبينامي انت بتدرسه ده مالوش اي لازمة فهو الفكرة كلها لو احنا رفضين فكرة القتل طبعا كلام ده كله كلام مجانين ان الاباء يدوا فرصة من الحرية لابنائهم ابني معاز عنده تقريبا عشر شهور من هو عندي سبع شهور ممكن اخذ مسلا مول يكون فاضي واسيبه واختفي ما هو ما يشوفنيش بس انا رقبه جدا يعني بحيس لو حصل حاجة واسيبه هو هو يتعامل ويلعب على اطفال ويتحرك وانا هو وقف ورا ظهره هو مش ايفني بحيس هيعمل ايه هيصرف ازاي لازم في الاجهزة اول ما يبقى مثلا عنده اتناشر سنة اتناشر سنة تنزلوا يشتغل حتى لو هو مش اجيه فلوس يقف مسلا في محل يبدأ يتعامل مع الناس يبدأ ياخد قرار مش كل حاجات اه علمه صح واسيبه يعني ربيه صح واسيبه سيبه واسيبه مسلا هو اختر ازقائه وتبقى انت مثلا بتتابع معاه مسلا متعودش تقوله صاحب ده ما استحبش ده خد ده وما تاخدش ده لا خش لازم تبقى دكتور زي عمك لازم تبقى مهندس زي خالك لا سيبه هو يتعامل عنهم صح واسيب في البذرة صح من هو صغير عنده سبع سنين عشر سنين وبعد كيه سيبه ورجع معاه كل شوية راجع معاه راجع معاه اه طب موضوع اللي هو مسلا لو كان يحتيم الام الام بتحاول تخلي ابنها راجل الشي البيت العمود للبيت تمام فده بساعد كثير هتلاقي اغلب النساء خلوا انجابه عظماء لما فقدت الاب فبتحاول تخلي ابنها هو ده اللي عبوه بتاع البيت يعني حتى هندي بنت عطبة كتبتدرب ابنها معه يا ابن ابن ابي سفيان فبقول انت انت بتكروهي انت بتدربه ليه قطلو من قال اقرامه فقد كسب انما اضربه اليه شب وهذهب الحرب وقيت ايه بالكسب تمام في نساء كتير فضليات ربت ابنائها تربية خليته من العظماء تمام فقد ابوه فهي قال لا خلاص انت بقى ايه انت بقى عزيارك نفتخر بيك وان بقى انت عمود البيت الامام الشافعي مات ابوه فامه هي اللي صرفت وعملت السفان الثوري ام اللي قالت له هكفيك بمغزالي في ناس كتير جدا خلاص الابن دوت هو ده بدل ابوه فلازم يطلع زيه فبدأت تشد عليه شوية بحيث ان هو هيطلع يمسك مكان ابوه حتى لو هيمسك مكانه في المحل بتاعه في الدكان بتاعه فملاخص الكريم كله ادي حرية اتخاذ القرار للطفل ما تبقاش انت عايز صورة منك فتكبره انه ياخد قرارات زي ما انت خدت او قرارات اللي انت بتاع لانبيه مستقبل هو شخصية مستقلة هو ياخد اللي هو عايزه المهم انت هو صغير تربيه صح تعلمه صح وفي احد الصالحين كان عنده ابن صغير كده اه هو تفطم عنده سنتين خده الشيخ بيقول له ان عايزه يبعالي من العلماء قاله عندك دقيقة قاله سنتين قاله ده انت اتاخرت كتير قوي قال له ليه يعني مفروض اكبول لك من قيمت قاله مفروض لو انت عايز تجيب عالم العلماء تبدأ قبل ما تختار الزوجة تبدأ تختار الزوجة اللي هتربي تفلك وتعلموا الدين والحاجات دي كلها تمام فانتمنى ان شاء الله ان جلي الجديد اه ان ربي صح نبعد عن المشاكل اه نعلمه زي اتاخذ كرار بش عيب ان انا راح اخد كرسات انا راح اتخد كرسات كتيرة جدا في موضوع تربية الابناء موضوع بش 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 عايزينه يبقى زي بالفطرة اه زي ما احنا ربنا زمان هنعمله لا نحاول نشوف ان احنا ممكن زي ما نشوف ايه اللي بتعمل صح مثلا موضوع ان ما يفعش واحد يبقى عن 30 سنة وقعد في البيت بيأكل واشرب لا روحش لازم تهرب تشغل ومفيش حاس ما مصروف بعد ما خلص لا انزل اشتغل وانزل هات لجال صافية ينزل للشغل ويتضرب وربنا ان شاء الله يبرك في الجيل الجديد ويبقى احسن من الجيل الحالي